قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لفروف يوم الثلاثة أن الاقتصاد العالمي تضرر بشدة في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد لكن بعض الدول الغربي حاولت استغلال الوباء لتعظيم مصالحها الذاتية وإعادة تأسيس نظام عالمي أحادي القطب وأشار لفروف لأن بعض دول الاتحاد الأوروبية تخلت عن دورها في النظام العالمي متعدد الأقطاب واتبعت الولايات المتحدة بالكامل في محاولة لتقويض سلطة الأمم المتحدة مؤسسات الأمم المتحدة تمر حاليا بوقت عصيب حيث تفعل الدول الغربية كلما في وسعها لطمس سلطة الأمم المتحدة من خلال مختلف الطرق مثل خصخصة الأمانة العامة للمؤسسات بهدف الإشراف على هذه المؤسسات بإرادتها الخاصة كما رأينا ما حدث بمنظمة حضر الأسلحة الكيميائية عندما تكون هذه الهيمنة غير متاحة ستزيل الدول الغربية القضايا ذات الصلة من إطار الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية المعنية